بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الحضور الكرام اسماً اسماً فرداً فرداً أهلاً وسهلاً ومرحباً بحضراتكم هنحن نلتقيكم من جديد هنحن نرحب بكم من جديد في فعالية جديدة من فعالية منصة أريد متجدد من لقاءات منصة أريد العلمية محاضرات العلمية التي نقدمها لكم منصة أريد من خلال قسم نظام عليم هذا القسم الذي لا يفتك إلا أن يقدم لكم فعاليات ومحاضرات علمية تلو الأخرى في برنامج سنوي يأتي كل يوم في كل شهر في كل أسبوع حتى لا نقول في كل ساعة فاليوم مع فعالية وغداً مع فعالية وقبل يومين مع فعالية وهكذا يستكمل برنامج منصة أريد اليوم إن شاء الله سنكون مع محاضرة بعنوان أساسيات إدارة المصادر يقدمها لنا سعادة الدكتور سيف السويدي ودكتور سيف السويدي قام علمياً من القانات العربية التي ترفع لها القبعة واسمه ما شاء الله في الساحة العلمية أشهر من نار على علم دكتور سيف السويدي هو المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة أريد وكذلك يتميز بالكثير من الأبحاث العلمية والكثير من المشاركات الأكاديمية التي ساهم بها ويساهم بها في الحلقة العلمية ناهيك عن تجربته الطويلة في إدارة الفعاليات وكذلك في تقديم المحاضرات والتدريس والتحاضر عن بعد يتمتع كذلك الدكتور سيف السويدي بتجربة طويلة في الحلقة الفكرية من خلال مساهمته في الإنتجات العلمية في الاختراعات الأكاديمية والكثير من البصمات العلمية دون إطالة نحول الكلمة أو نتعب الكلمة مباشرة لسعادة الدكتور سيف السويدي فليتفضل مشكورة أولاً نبارك لأخينا أستاذ ياسين صدوقي يعني اجتياز مرحلة الماجستير قبل قليل كانت المناقشة صحيح أستاذ ياسين نعم قبل حوالي ساعتين ما شاء الله مبارك وتهانين ونسأل الله أن ينفع بيك ويكتب أجرك شكراً جزيلاً دكتور طيب نبدأ بإذن الله تعالى المحاضرة هذه اليوم سنتحدث عن برنامج الـ End Note برنامج الـ End Note من البرامج المهمة التي تعمل على إدارة المصادر يعني تدير المصادر وتسمى تحت فئة Reference Management Software البرامج التي عن طريقة يمكن للباحث والعالم والخبير أن يقوم بإدارة مصادره بطريقة احترافية بعيداً عن التعقيد أو الاستخدام اليدوي لإدخال المصادر وتجنباً للخطأ وكفاءة يعني في الإخراج الفني والأداء والتوثيق فبرنامج الـ End Note طبعاً مشهور من البرامج المشهورة وتوجد الكثير من البرامج التي تعمل على إدارة المصادر سنرى بعد قليل أمثلة لهذه البرامج فأنا سنتحدث بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة أو الورشة عن برنامج الـ End Note ثم بعدها نتيح المجال للأسئلة والأجوبة طبعاً اليوم سنتطلق إلى هذه المفاهيمة الرئيسية ما هو برنامج الـ End Note لماذا نستخدم برنامج الـ End Note كيف نقوم بتنصيب برنامج الـ End Note الواجهات الخاصة فيها الـ Styles الخاص فيه كيف نتعامل معه مع الـ Word أيضاً أنواع الـ References الموجودة كيف يمكن أن نقوم باستيراد المصدر من الـ Google Scholar إلى برنامج الـ End Note إلى مكتبتنا في برنامج الـ End Note كذلك الإدخال اليدوي كيف نقوم بعمل Attachment للـ PDF في داخل المصدر كيف نقوم بعمل Groups اللي هي يسمى بـ Reference Group في داخل برنامج الـ End Note كيف نزيل المصادر المتكررة كيف نعمل شيء يسمى بالـ Exporting End Note Library كيف نقوم بتصدير المكتبة لما تكون عندنا مكتبة كيف نصدرها لباحث آخر أو لشخص آخر كذلك الباحث Online يمكن من داخل End Note نبحث في المكتبات العالمية الموجودة كيف نعمل شيء يسمى بالـ Traveling Library وكذلك ما هي فرص العمل عندما تتقن برنامج الـ End Note تكون خبيراً في هذا البرنامج تفتح لك أفق للعمل Online عن طريق الإنترنت وعن طريق المواقع العمل الحر ويمكن أن تقول أنا ممكن أن أقدم هذه المهارة للآخرين فهي تعتبر مهارة ممكن أن تكسب منها رزقاً مهارة التعامل مع الـ End Note طبعاً المصادر كثيرة ومتنوعة أشهر هذه المصادر التي لدينا مصدر اسم الـ APA APA يستخدم بالـ Social Science بالعلوم الإنسانية والاجتماعية لدينا أيضاً MLA 8 MLA برنامج الـ Reference Style طريقة كتابة مصادر تسمى بالـ MLA لدينا شيكاغو هذه الأشهر طبعاً وتوجد الكثير توجد المئات من الأنواع المصادر أو أشكال المصادر التي تكتب فيها تسمى بالـ Reference Styles ولكن هذه الأشهر من شاء أن يدون في يدون الـ APA ويدون الـ MLA ويدون شيكاغو وفي أيضاً مثلاً Vancouver طبعاً الـ APA هي تستخدم أغلب المجلات والكليات التي فيه Social Science يستخدمون هذا النظام هذه الطريقة في التوثير تسمى بالـ APA Style وأعتقد American المؤسسة الأمريكية العلم النفس American Psychological Association if I'm not mistaken أما الأي تستخدم بالـ Humanities بالعلوم الإنسانية شيكاغو تستخدم بالـ Business تستخدم بالتاريخ تستخدم بالـ Arts Fine Arts والكثير من المصادر أو كثير من الـ Reference Style الموجودة اللي ممكن أن تقرأ يعني شروط النشر في مجلنا معينة يقول لك نحن نستخدم هذا الـ Reference Style يعني اللي قد يكون Vancouver أو قد يكون مثلاً Harvard أو قد يكون يسمى IEEE أو قد يكون مثلاً يعني الكثير سنرى بعد القرية إن شاء الله همثل عليها طيب كيف ننصب هذا البرنامج ندخل إلى هذا اللينك هذا الرابط أنا سأعطيكم هذا الرابط اللي حابب يطبق معنا مباشرة يمكن أنه يقوم بتحميل هذا البرنامج بما أشرح يمكن أن تحملوا من هنا طبعاً هذا مفتوح تدخل هنا وتعمل Download وتقوم بتحميل البرنامج قبل ما تنصبه فقط قوموا بتحميله من يريد أن يطبق معنا يمكن أن يحمل البرنامج حتى يعني لما أشرح على تطبيقة أو تنصيبه يمكن يكون سهلاً طيب الآن ندخل إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج هذا هو البرنامج البرنامج موقعه الآن طبعاً تحت رعاية شركة كرارفيت أنالوتكس يمكن الدخول أحدث نسخة الآن هو 20 باي إين نوت 20 يمكن أن تشتري هذه النسخة طبعاً لما نضغط على باي إين نوت 20 يمكن نذهب باشرتين إلى الصفحة ونشاهد هنا الأنواع التراخيص يعني هنا ترخيص سعر خمسة آلاف تركيش ليرا يعني تقريباً 300 دولار هنا للطالب 2600 يعني تقريباً 120 دولار تدفعها مرة واحدة فقط ويمكن طبعاً الجامعة أغلب الجامعات تزود الطلبة والأساتذة ببعض بنسخة مع ترخيص لهذه النسخة لما تذهب إلى الجامعة وتقول لهم أنا أرغب بالحصول على برنامج إن نوت المكتبة تعطيك نسخة وتعطيك ترخيص لهذه النسخة ولكن بعضها يمكن أن يشتريها الطالب وهنا طبعاً student license الرابط الذي أرسلت لكم هو يمكن أن تقوموا بتحميله وتنزيله يعتبر نسخة يعني يمكن تستخدمها كترايل كنسخة تجربية 30 يوم ويمكن تستخدمها على المدى البعيد فهذا هو برنامج وهذا هو الموقع الرسمي لبرنامج طبعاً لأني أنا حالياً داخل من تركيا فيطلع لك بالتركيش ليرا ممكن هنا طبعاً تقلب بالأسعار وبالأنواع العملات الموجودة حالياً يمكن تختار USD دولار فيطلع مثلاً سعر 294 الفل لايسنس أما للطالب هو 136 دولار يمكن من هنا تقوم بشراءها تقدم الـ ID الخاص البطاقة التعريفية الخاصة بالطالب أو ورقة من الجامعة ثم تقوم بإرسالها لهم ويعطوك رابط للدفع بشكل مباشر حتى تدفع وتشتري هذه النسخة والشيء جميل في الـ EndNote أنه يمكن أن تقوم بتفتح حساب Online EndNote Online Login من هذا المكان وتقوم بعمل حساب وتستخدمه Free مجاناً عن طريق الـ Web site تبعهم عن طريق الموقع يعني لا تحمل البرنامج فقط من يريد أن يستخدم البرنامج على الحاسب يقوم بالدفع والشراء أما من يريد أن يستخدم النسخة الإلكترونية عن طريق الموقع فلا داعي لعملية الشراء فقط يعمل الـ Register ويمكن أن يستخدم بالضبط نفس ونفس الميزات الموجودة في البرنامج عن طريق الـ Porter عن طريق النسخة الإلكترونية وعن طريق الموقع الإلكتروني طبعا بعد ما نقوم بتنصيب البرنامج يمكن أن نتعامل معه بهذه الطريقة هذا هو الواجهة الرئيسية هنا طبعا الأقسام الرئيسية هنا الـ Groups وأنواع الأقسام سأشرحها بالتفصيل أنا فقط يعني من يطلع على البرنامج لأول مرة يمكن هذا هو شكل البرنامج يعني هذا هو شكل البرنامج وهذه المصادر التي أنا قمت بإنشاء مكتبة وقمت يعني استيراد هذه المصادر كل واحدة عبارة عن مصدر وهذه المصادر عبارة عن أقدر أفتحها أستطيع أن أقوم بفتحها وأطلع على التفاصيل هذا المصدر الـ Authors يعني المؤلفون السنة والتايتل والجورنر وكل التفاصيل متعلقة بهذا المصدر فسيبدو بهذا الشكل عبارة عن برنامج يضم المصادر التي ستتعامل معها في داخل بحثك طيب ننتقل إلى موضوع التنصيب كيف نقوم بالتنصيب طبعا الرابط الذي أرسلته لكم يمكن تعمله Copy وتفتحه في المتصفح وستجد هنا End Note Lab يتعمل Right Click ثم تعمل Download تقوم بتحميل البرنامج يعني تقوم بعمل هنا Download البرنامج هنا تضغط على كلمة Download ويقوم بالتحميل ثم تفتح الضغط وستجد أنه في عندك two files فايلين الفايل أول هو البرنامج الأصل والفايل الثاني هو الكراك الخاص بالبرنامج طبعا تقوم بتنصيب البرنامج من هنا تقوم من هنا بعمل تنصيب لهذا البرنامج ثم بعد ما تكمل التنصيب تذهب إلى الكراك وتعمل Copy للكراك تعمل له Copy هكذا ثم تذهب إلى C ثم إلى Program File ثم تكتب End Note ترى أنه تم تنصيبه في هذا المكان ثم هنا تعمل Paste فقط لما تعمل Paste سيقول لك أنه في نفس هذا الملف موجود هنا يمكن أن تعمل Replace يعني أن سيقوم بنسخ الملف والساقة في هذا المكان وخلاص الآن عندك البرنامج مرخص بدون أي مشاكل يعني أعيد هذه الخطوة مرة ثانية بشكل سريع بعد ما تقوم بالضغط على الرابط الخاص بتحميل البرنامج هذا هو وهذا هو الرابط سيرطع لك هنا سيظهر لك End Note X9 ZIP أي هو مضغوط يمكن أن تضغط على البرنامج ثم تعمل Download تحميل من هذه اللينك تعمل Download للبرنامج بعد ما تضغط Download سيقوم بتنزيل البرنامج تفتح البرنامج نعم تفتح البرنامج سيظهر الفايل الأول هو End Note X9 point MSI dot MSI وهنا لكراك فتقوم أولا بتنصيب البرنامج ثم تعمل Install ثم تذهب بالخطوات الخاصة بالinstall Next 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 تختار Evaluation النسخة التجربية يعطيك 30 يوم بعد ما تخلص تطف في البرنامج Exit Setup يعني تكمل التنصيب تذهب إلى الكراك فولدر ثم تعمل Copy لهذا الفايل ثم تذهب إلى C ثم تذهب إلى Program Program Files ثم تذهب إلى فولدر اسمه End Note X9 ثم تعمل Paste لسق لما قمت بنسخة قبل قليل وتعمل Replace the file and the destination أعتقد واضح الموضوع ثم تفتح البرنامج لما تفتح البرنامج يمكن تذهب إلى Start ثم تعمل End Note End Note من هذا المكان تذهب ضمن البرامج طبعا End Note End Note الآن تم تفتح البرنامج الآن تم فتح البرنامج أنا سأعمل New Library مكتبة جديدة يمكن أفتح هنا أضعها هنا ما أريد ونفرض أنها هنا Testing Library Testing Library سأضع في هذا الفولدر End Note Library الخاص فيه يمكن طبعا أقوم بتسميتها ونفرض أني سأسميها مثلا Metaverse مثلا Metaverse يعني أعمل الآن بحث على المتاverse فسأسميها Metaverse على سبيل المثال ثم ن Save الآن هذه Library هذه المكتبة الآن صفر يعني هي خالية Empty Library ما فيها أي Refereins ولا فيها أي محتوى فقط بهذا الشكل لما تفتحها تكون بهذا الشكل من إلى الآن طبق معنا يعني وصل إلى هذه المرحلة جميل طبعا اللي يعني ما استطاع أن يواكب معنا يمكنني يركز الآن على الشرح لأن هذه ستكون مسجلة وسيتم رفعها على اليوتيوب حتى لاحقا يمكن مراجعة الخطوات الموجودة ولكن الآن الذي وصل معنا إلى هذه المرحلة يكون يعني جيد هو في نفس المستوى اللي إحنا وصلنا للآن هو عبارة عن فتحنا ال End Note والآن قمنا بإنشاء مكتبة جديدة وهذه المكتبة الجديدة فيها هذه التفاصيل وهذا هو الانترفيس الخاص بهذه المكتبة طيب الآن طبعا أستطيع من هنا هنا طبعا في الأعلى هذه المينيو الموجودة في الأعلى هذه عبارة عن المينيو الرئيسية الخاصة بالمنامج أستطيع أن أنشئ مكتبة جديدة أفتح أصدر أصدر المكتبة الحالية أستطيع هنا أحدد نوع المصادر هنا أدير المصادر بشكل عام ويعني أبحث عن PDF فايل هنا أقوم بالتقسيم groups يعني لكل واحدة لها صفات ولها لها بعض الخصائص سنتطلق لها إن شاء الله تعال خلال هذا إن شاء الله ولكن المهم الآن لما أذهب إلى Google Scholar لما أبحثنا في Google Scholar ذهبت إلى Google Scholar ولنفرض أني بحث عن موضوع معين ولنفرض عن شيء سأسمي بالميتا Metaverse مثلا Applications مثلا وأنا أتصفح هذه البحوث هنا في Google Scholar ورجدت أن هذا البحث Metaverse Taxonomy Component Applications The Open Challenges هذا أعجبني أريد أن أعمل لها أمبورت أقوم ب يعني تحميله واستيراده في مكتبتي في المكتبة التي أقومت بإنشاها فما أقوم به الضغط على Sites من الأسفل هنا Sites ثم ظهرت لي هذا المصدر بأكثر من صيغة أكثر من شكل يعني Style مثلا MLA يكتب هذه الطريقة APA يكتب هذه الطريقة شيكاغو يكتب هذه الطريقة هارفورد هذه فانكوفر هذه الطريقة هذه الأشهر خمس أنواع من كتابة المصادر مذكورة هنا كخدمة تقدمها Google Scholar للباحثين فأستطيع أن أذهب إلى كلمة EndNote في الأسفل أضغط عليها تم تحميل صيغة عن طريق فايل صغير هنا بصيغة ENW لما أضغط على هذا الفايل طبعا تم سحبه إلى داخل المكتبة الخاصة التي قمت بإنشاءها لما أفتح هذا البرنامج وأفتح هذا المصدر أجد أنه في كل التفاصيل المتعلقة بهذا البحث اللي هو في الآثور من هم الآثور الذين كتبوا المؤلفين لهذا السنة هي title العنوان الخاص بهذا البحث المجلة مثلا يفترض أن تكون هنا لو كانت مجلة المجلة الخاص فيها pages DOI ISSN كل التفاصيل المتعلقة كل الكيوورس كل التاكس المتعلقة بهذا البحث التي لها معلومات وصفية في داخل جوجل سكورا يمكن أن أحمله ويمكن أن تكون في داخل هذا البرنامج ونفرض أني ذهبت إلى مصدر آخر مثلاً ذهبت إلى هذا المصدر وقرأت هذا المصدر وأعجبني أيضاً أريد أن أسحب أريد أن أقوم بأرشفته إلى داخل مكتبتي فأضغط على سايت التي في الأسفل في جوجل سكورا اقتباس ثم ظهرت للصيغ المتنوعة أنا ما يهمني هو الضغط على end notes ثم الضغط على هذا البرنامج الذي تم تحميله في جوجل كروم والآن هذا هو الimported reference الذي تم استيراده طبعاً كل المصادر الموجودة في all references الموجودة هنا في هذا المكان على الجهة اليسار والمصدر الأول الذي قمنا بتحميله قبل قليل والمصدر الثاني الآن الذي قمنا بعمل import له ولما أفتح المصدر الثاني ممكن أن أطلع على نفس التفاصيل أرى أيضاً الآثور أرى السنة أرى التايتل وهكذا كل التفاصيل متعلقة بهذا المصدر ولنذهب مرة الثالثة وكأنني أنا أبحث الآن عن مصدر مثلاً باللغة العربية مثلاً سأكتب مثلاً الفقه على سبيل المثال ووجدت أنه في مثلاً هذا البحث عقوبة جريمة الزناف الفقر الإسلامي وقانون جنائي لسنة 991 سأعمل سايت ثم أضغط على end note ثم أضغط على البرنامج الآن تم مباشرةً تم عمل imports تم عمل استيراد له في داخل البرنامج فهنا طبعاً الآثورز منهم هؤلاء الكتاب أو المؤلفين ثم years سنة ثم title وهكذا كل ما يخص كل ما يخص البحث يكون موجود في هذا المكان معني simple as that في هذه الطريقة البسيطة يمكن أن الباحث الذي يبحث عن مصدر معين يمكن طبعاً أن يعمل site له ويسحبه في داخل برنامج ال end note الآن نأتي لموضوع الكتابة كيف سأكتب أفتح طبعاً برنامج word هذا هو برنامج ال word بعد ما طبعاً أقوم بتنصيب برنامج end note سيظهر في الأعلى end note x9 هنا بعض الخصائص بعض features الخاصة بالبرنامج تظهر في هذا المكان ولكن يسأعود ويمكن طبعاً أكتب مثلاً أثناء الكتابة multi-end this مثلاً and this مثلاً مثلاً highlighted and وأذكر المصدر أذهب إلى end note وأذهب إلى المصدر ولنفرض أنه سأستعين بهذا المصدر مثلاً ثم أضغط على هذه الآيكون اللي هي insert citation إما أضغط على else اثنين أو أضغط على فقط هذه الآيكون الصغيرة الموجودة في الأعلى هذا عبارة عن insert citation for each selected reference فلما أضغط عليها مباشرة الآن تم تم عمل الربط بين الword وبين end note وتم سحب البحث كاملاً من end note إلى words وتم إدخالها طبعاً هنا في الأسفل يعني طبعاً هذه في النهاية أستطيع أن أكتب هنا مثلاً references وأضعها في الصفحة الأخيرة لأنها ستكون قائمة المصادر والمراجع أو إنشأت أضعها مثلاً باللغة العربية أستطيع أقول قائمة المصادر والمراجع مثلاً قائمة المصادر والمراجع توجد الكثير من البرامج التي يمكن أن تقوم بنفس الوظيفة ونفس المهمة منظم منها مثلاً برنامج اسمه بيبوب مثلاً هذه كلها عبارة عن برامج مثلاً مندل أيضاً يعتبر واحد من أشهر البرامج الموجودة في هذا المجال حقيقة الكثير من البرامج تقوم بنفس المهمة وهي مهمة إدارة المصادر عبارة عن برامج تدير عملية إدخال المصادر وفرستها ويعني التعامل معها طبعاً كل برنامج له الشركة المطورة لهذا البرنامج ومن أي سنة بدأوا بالتطوير ما هي آخر نسخة يعني كانت في الحالية وهنا الأسعار والرسوم الخاصة بهذه البرنامج والبرامج الاندنوت فالآن لو تلاحظون الشركة المالكة للبرامج هي اسمها Clarivate Analytics من يستخدم النسخة القديمة من برنامج الاندنوت يرى مكتوب ثومبسون رويتر التابعة كانت لشركة ثومبسون رويتر ولكن مؤخراً قبل خمس سنوات أو سس سنوات استحوذت Clarivate Analytics على الويب أوف ساينس بالكامل وكل مشاريع يعني اللي هو اسمه ISI مع أحد الأمريكي المعلومات فنلاحظ أنه برنامج الاندنوت من سنة 1988 وآخر نسخة صدرت 30 نوفمبر 2021 وهذه هو الورجين وهذه النسخة التي صدرت وهنا طبعا الكوست الخاص السعر الخاص بالبرنامج وهنا برامج أخر ممكن شخص يستخدم مندلي مثلاً ليس بالضرورة يستخدم اندنوت يستخدم مندلي وهنا طبعا يعطيك الشركة من السفير دار النشر السفير ومن أي سنة بدأوا تطويره ممكن شخص يأتي أستخدم مثلاً برنامج اسمه RefBase أو RefWorks أو Zotero وهكذا هذه عبارة عن يعني برامج وخير مثال رأيناه قبل قليل هو لما ذهبنا إلى Google Scholar ونضغط على Sites على أي بحث من البحوث نرى أنه في الأسفل في هذه الصيغة التي يمكن أن تتعامل مع هذه البرامج مثلاً بيبتكس مع برنامج الميندلي EndNote مع برنامج الـ EndNote RefMan وهكذا مع برامج أخرى RefWorks مع برنامج RefWorks فكل واحد عبارة عن صيغ تتعامل معها فطبعاً Google Scholar مشكورة شركة Google قامت بتسهيل عملية البحث في المصادر وأرشفة هذه المصادر وكذلك يعني التعامل معها وعمل import لها في داخل برنامج الـ EndNote طيب إلى هنا فقط أخذنا فكرة سريعة ما هو برنامج الـ EndNote وهو يسمى ببرامج إدارة المصادر وتوجد كثير من البرامج الأخرى التي يمكن أن تقوم بهذه المهمة وليس شرطاً أن تتعلم كل هذه البرامج ولكن لا ضير أن تكون أسماء هذه البرامج مألوفة لديك لما تقرأ في ورشة ورشة عمل عن برنامج معين تعرف أن هذه الورشة قد تنفعك وقد لا تنفعك لأنك تستخدم مثلاً برنامج الـ EndNote لا داعي لي أن تضيع وقتك في تعلم برامج وخطقهم بنفس المهمة أو قد تختار برنامج مثلاً تختار برنامج المندلي وتبقى محافظة على البرنامج المندلي جميل فيه مندلي إنه مجاني وأيضاً فيه خصائص كثيرة وجيدة يعني وكفوئة طيب هذه فكرة أنه كيف نتعامل مع موضوع المصادر وذكرت قبل قليل معرف إذا كان قبل ما ينقطع أنه يمكن أنه أذكر يعني في داخل البحث أو داخل نص أو الفقرات أو المتن خاص بالبحث أنه أستطيع مباشرة أن أعمل insert citation عن طريق برنامج ال-end notes ونأخذ مثال آخر مثلاً and this concept highlighted in مثلاً and agreed by مثلاً and agreed by وأذهب إلى برنامج ال-end notes ونفرض أنه سأختار هذا البحث الآخر أعمل citation هذا park أخذنا zoo نعم and agreed by مثلاً park لو تلاحظوني الآن تم إدخال البحث الثاني اللي هو park and kim 2022 وتم إدراجه في قائمة المصادر والمراجع في نهاية البحث إذن الآن الآن عندي في هذا النص وفي هذه الفقرة هذا البحث وهذا البحث ويمكن طبعاً أن أغير ال-reference style يعني الجامعة مثلاً تطلب APA أنا أختار APA من ال-end note الموجود هنا في الأعلى في داخل Word فتغيرت الصيغة إلى APA لو جامعة أخرى أو paper أو أرقب بحثية هي تطلب أن يتم النشر عن طريق صيغة numbered الترقيم أضغط عن number ال-end تحويل إلى open brackets هذه الأقواس وفي داخلها تم وضع أرقام وتم تحويل أيضاً المصادر في النهاية وفي قامة المصادر ومراجع إلى الترقيم الأرقام 1-2-3 الإشارة إلى كل مصدر من المصادر هذا هو الجميل أنه موضوع تنصيبه واستخدامه عن طريق ال- 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 البرنامج الموجودة هنا في هذا المكان طيب أيضاً أستطيع من شيء جميل في برنامج A-NOT أن أضغط على البحث الذي أريده أو مجموعة بحوث وأذهب إلى find full text ابحث لي عن البحث ال-PDF الكامل لهذا البحث وأضغط على find full text من المفوض أنه الآن يعمل searching في هذا المكان لو وجده سيعمل تحميل وتنزيل و-attachment مباشرة طبعاً نوت found قال لي أنه هذا البحث غير موجود لم أجد أنا هذا البحث سأخذ مثلاً بحث آخر سأخذ هذا سأعمل find full text أعمل له find full text الآن يعمل أيضاً غير موجود نوت found يعني ال-end نوت لم يستطع أن يذهب ويجلب لي هذا البحث غير موجود سأجرب سأجرب مع الأخير سأعمل right click وأقول طبعاً find full text find full text أيضاً يقول لي أنه هذا البحث غير موجود طيب وممكن طبعاً أن أعمل select all وأعمل right click وأعمل أيضاً find full text find full text أي يمكن أنه أعطي مثلاً 100 مصدر وأقول إذهب وأبحث لي عن هذه المئة مصدر أينما تجد ال-pdf الخاص بها ممكن أن تجلب وتعطيني طيب الآن طبعاً غير موجود كيف أقوم بعمل attachment لهذا البحث أذهب إلى مثلاً فنفرض البحث الأول أعمل له copy لعنوانه أذهب إلى google scholar أبحث عنه طبعاً a metaverse taxonomy وجدت أنه موجود هنا في ال-i triple p i triple e موجود كpdf file فلما أضغط على pdf قمت بتحميل الآن كpdf file من موقع i triple e مباشرة طبعاً هذه كلها يعمل لها يعني google scholar هو يبحث لي في هذه المواقع ويجلب للpdf file الخاص بالبحث فالآن هذا هو البحث أعمل right click أعمل save us وسأقوم بعمل مثلاً هنا سأعمل pdf مثلاً سأقوم بتنزيله في هذا المكان الآن لما أذهب إلى البحث الخاص في end note أعمل right click وأعمل attach file attachment attach file وأذهب إلى desktop أنا وضعته في folder اسمه pds وهذا هو pdf file أعمل open خلاص الآن صار attached لما أغلق الآن لو تلاحظون الآن هذا البحث جنبه موجود هذه الإشارة التي تعني أنه يوجد بحث مرفق ملف pdf مرفق مع هذا البحث فوقت وقت ما أريد أضغط على البحث ويمكن أذهب مباشرة إلى pdf الخاص به وأضغط عليه وأستطيع أن أطلع على كل تفاصيل البحث وهكذا طبعاً بهذه الطريقة توجد عدة طرق لعمل بحث يعني مثلاً واحدة منها في google scholar أنا أعمل هكذا أدخل أول مرة على google.com وأبحث عن البحث مثلاً ونفرض أن هذا البحث أعمل right click paste وأبحث لو موجود في google ثم لو مغير موجود أذهب إلى google scholar google scholar وأبحث عنه في داخل البحث العلمي وقد أجد وقد أجد هنا أو قد أبحث عن all versions سما بالweb versions النسخ الإلكترونية أضغط على web versions يظهر لي أنه نفس البحث موجود في أي مكان في بعض الأحيان الباحث يقوم برفع إلى search gates أو إلى أريد أو إلى أكاديمية أو إلى موقع الجامعة أو إلى أوركيد فتكون عدة نسخ لنفس البحث فدائماً أضغط على all versions سما بالweb versions أو طبعاً الموقع المعروف اللي هو science hub science هذا الموقع المشهور اللي هو خاص في البحوث العلمية أضغط يعني أدخل على science hub طبعاً يتغير لاحقاً تتغير في بعض الأحيان SE في بعض الأحيان WP في بعض الأحيان ولكن أكتب SCI ثم hub في جوجل يظهر لي أحدث نسخة من هذا البرنامج وأستطيع أن أضع هنا إما التايتل أو ال DOI ديجتر object identifier الخاص بالبحث أو نعم أما التايتل أو ال DOI فأضغط هنا مثلاً العنوان وأعمل له open سيعمل search وإذا وجده سيعطيني طبعاً يقول لي غير موجود في science hub science hub الكثير من البحوث يكون موجودة الكثير من الكثير من البحوث يكون موجودة في science hub موقع science hub أما على صعيد الكتب فإمكان طبعاً الدخول إلى library genesis موقع library genesis ويمكن أن تبحثون على الكتاب طبعاً تذهب إلى amazon.com حتى تنسخ عنوان الكتاب الموجود بالضبط amazon.com ونفرض أنك الآن تبحث في تقنية metaverse مثلاً أو وجدت مثلاً على سبيل المثال الكتاب من الكتب ونفرض مثلاً هذا الكتاب تريد أن تحصل على نسخة من هذا الكتاب تعمل copy للتايتل ثم تذهب إلى library genesis موقع library genesis dot dot is وتعمل paste للعنوان تعمل search ثم إذا كان موجود هيظهر هنا أنا قبل قليل حملت كتاب اسمه science of science the science of science هذا الكتاب نعم هذا الكتاب the science of science فبحثت عنه في أمازون وقمت بتحميل الاطلاع على يعني الاطلاع على الكتاب طبعاً الكتاب الذي أستفيد منه وأرى أنه محتوى قيم أقوم بالشراء يعني من موقع amazon.com أو من مكتبات أخرى ولكن لما تكون هناك قيمة في هذا الكتاب وفيه فائدة حقيقة حقيقة كثير من الكتب يعني ليست يعني فقط كتسويق أو كإعلام ولكن كفائدة حقيقية تفتقر للمحتوى القيم فأعمل هذه يعني هذه الطريقة هي لفحص الكتاب هل هو يستحق أم لا يستحق الشراء أو التعامل معه هل يحتوي على محتوى قيم ثري الآن أعتقد يعني صارت واضحة موضوع البحوث العلمية أما من google scholar أو من google.com أو من science hub هذه المواقع ويمكن أعطيكم هذا اللينك تعمل له copy وبالشات أعطيكم هذا هو science hub والaborigines هذا هو الثاني هو amazon معروف يعني موقع amazon.com الخاص في الكتب يمكن أنه من يرغب أن يضع أعطي طيب الآن نعود إلى endnot برنامج endnot والآن أصبح قمنا الآن بسحب ثلاث بحوث يدعم اللغة العربية والثنين باللغة الإنجليزية للتجربة فقط وقمنا بعمل تصدير لها هل يمكن أن أبحث عن طريق الـ online مباشرة نعم ممكن أن تذهب إلى هذه الأيكون الموجودة في العلى وتضغط على online ويمكن أن تختار المكتبة التي ترين تبحث فيها تريد أن تبحث عنها ولنفرض أنك تبحث عن الميتا فيروس على سبيل المثال وأحدد أستطيع أن أحدد السنة التي مثلا أقول في year فقط 2022 في السنة 2022 أجرب لي الميتا فيروس الموجودة في مكتبة الكونجرس في سنة 2022 على سبيل المثال ويمكن طبعا أحدد إما التايتل أو الـ سبجيكت أو الأوثر وأعمل سيرج أعمل سيرج الآن يقول أنه في 1 إلى 16 بحثا موجودا في مكتبة الكونجرس حصل البرنامج عليها أعمل لأوكي أقول أجرب إياها الآن يقوم بعملية الاستيراد من مكتبة الكونجرس لأن حددت 2022 فلو تلاحظون كل البحوث التي تم تنزيلها وسحبها في سنة 2022 ونفرض هنا البحث الأول Digital Transformation for the University of the Future التحول الرقمي للجامعات المستقبل مثلا هذا بحث مؤرشف وموجود في مكتبة الكونجرس هنا Sports Management Innovation and COVID-19 Crisis بحث آخر جديد هنا مثلا The Metaverse and how it will revolutionize everything كيف ستغير المتا كل شيء في حياتنا كيف ستعمل ثورة في حياتنا مثلا Virtual Society المجتمعات الافتراضية وهكذا الآن تم عمل Import سحب لستة عشر بحث وجدها في مكتبة الكونجرس عندما بحثت عن الميتا في سنة 2020 وسأزيل 2020 مثلا وسأقول أبحث لي كم بحث موجود عن الميتا في مكتبة الكونجرس دون تحديد لهذه للسنة فأعمل Search وجد لي 57 كلها التي نشرت 57 سأعمل لها لا ضير هذه الآلية التي يمكن أن تبحث فيها في داخل المكتبات الموجودة طبعا الايكون الثانية من الأعلى اللي هو شكلها الكورة الأرضية هذه وتضغط عليها وتعمل Connection مع المكتبات التي تريدها أخذنا نحن أول مكتبة اسمها Library of Congress ووضعنا الكلمة المفتاحية اسمها Metaverse وقلنا في أي Field أي حق الموجودة إن كانت في العنوان أو Abstract قد أحد المؤلفين أمم سميته Metaverse مثلا أنجل الدنيا وسمته Metaverse فأيضا يعني يجلب لنا يعني أنا قلت له في أي Field موجود Metaverse كلمة Metaverse اللي هو العالم الموراء التقليدي أو اللاتقليدي فلو تلاحظون الآن تم سحب كل البحوث 57 بحث أو لا زال يعني يبحث من مكتبة Lab of Congress اللي الآن وصل إلى 35 بحث طبعا لما ينتهي أعتقد طرعتنا 53 أستطيع أن أعمل Control A أقف في أين مكان Control A حتى يقوم بعمل تسليك يعني أعمل Select All وRight Click وأعمل Find Full Text وأعمل Find Full Text في هذا المكان أي اذهب إلى برنامج End Notes وأبحث عن هذا البحث إن وجدت الPDF الخاص به فأعمل لها وتنزيل Copy وضعها في مكتبتي هذا هو الجميل في برنامج الEnd Notes إنه يدعم خاصية البحث يعني سيبحث في Google Scholar وفي الweb في google.com سيبحث بالمواقع المتعددة ولو كنت تعمل هذا الaction هذا الفعل تعمله من داخل داخل مكتبتك داخل مكتب الجامعة والمكتبة مشتركة أو الجامعة مشتركة بالمكتبات العالمية فوفقا لاشتراكك يمكن أن تسحب الPDF وتعمل لها ونفرض أنك مثلا الجامعة مشتركة في الweb of science أي كل البحوث التي يمكن الطالب أن يدخلها عن طريق مكتب الجامعة أو Internet الجامعة يمكن أن تحملها فلو قمت بهذا الإجراء في داخل مكتب الجامعة ستحصل على كثير من الملفات الPDF مثلا على سبيل مثال في ماليزيا لما نقوم بهذا الإجراء لأول مرة يمكن نذهب للمكتبة يعني لا نقوم بهذا الإجراء في البيت لأن البيت غير مشترك في المكتبات أما Internet الجامعة مشترك في المكتبات فنذهب إلى مكتبة الجامعة ونقوم بالاتصال بالإنترنت عن طريق إنترنت الجامعة وأعمل هذا الخيار اللي هو Find Full Text هذا هو الخيار سيذهب ويبحث لي ويجد لي كثير من الملفات الPDF إن كانت كتب أو بحوث علمية ويعمل لها تحميل ويقوم بإرفاقها في داخل البرنامج تمام طيب لو تلاحظون الآن قبل قليل كانت النتيجة هي 16 نتيجة ثم 53 فصار المجموع ما حصلنا عليه 73 reference مصدر ولكن هذه المصادر بعضها مكرر لأن المرة الأولى سحبنا 16 ثم المرة الثانية 53 فلمثلا The Year in Tech 2023 The Year in Tech 2023 هذا عبارة عن مصدر مكرر Duplicated Virgin كيف أعمل إزالة Duplication في خيار في خيار من Tools اسمه وانا من References في خيار اسمه Find Duplicates المصادر المكررة يمكن أن يبحثها ويجد فيقول لي هذا المصدر مع هذا المصدر مكرر يعني نفسه موجود لأنك بالمرة الأولى سحبته وبالمرة الثانية أيضا سحبته فيمكن أعمل أقول لك Keep this record أو Keep this record هذا يجب أن يقوم بها الباحث يدويا هذه الطريقة واحدة واحدة أقول لك Keep this record مثلا ومسح للآخر Keep this record ومسح للآخر Keep this record ومسح للآخر فالآن يعني أحتفظ بواحد وأمسح للآخر أحتفظ بواحد وأمسح للآخر لو مثلا عندي 16 بحثا مكررا يمكن أن أعمل هذه العملية 16 مرة يعني يعني 16 times أنه أعمل Keep this record حتى أزيل المصادر المتكررة وأحتفظ بالمصادر الجديدة هذه من الأمور الهامة لو تلاحظون الآن عدنا إلى يعني 59 scientific research موجود في هذا المكان طيب الآن طبعا ممكن أنه أضغط على Online Library وأضغط هنا على أعود إلى Library الخاصة فيه في هذا المكان يمكن أن أعمل هنا هنا Groups الأقسام الخاصة مثلا ونفرض أن يساعمل Group جديد وأسمي مثلا Metaverse Papers مثلا Metaverse Papers أو البحوث اللي هي من Google Scholar مثلا أستطيع أن أقول Google Scholar Paper أو من Web of Science ونفرض أنه هذه البحوث من Google Scholar Right Click Create هقول هذا من Web of Science Paper Right Click سأعمل بحوث أيضا من Scopus مثلا مثلا هذه تستطيع أن تعمل Groups أقسام مجاميع كيفما تريد حتى تنظم عملية المصادر ولنفرض أنه لو أنا أعود إلى Online هذه الآيكون الثانية ووجدت أن Library of Congress فيها طبعا أعمل Control-A ثم أعمل Right Click ثم أقول Add Reference To أضف لي هذه المصادر إلى مثلا Google Scholar Reference طبعا سأذهب إلى My Groups وأعمل هنا مثلا أقول لأنه هذه اسمها Library of Congress Library of Congress التي حصلت عليه من Library of Congress ثم أعود إلى Online وأضغط على Library of Congress وأعمل Select Sorry Select أعتقد أن غلق القنامج and not Select الآن الآن أغلق البرنامج أستطيع أن أعمل على File ثم Open Library ثم أذهب إلى Library التي أنا قمت بإنشاءها في البداية وهي اسمها Testing Library والفولدر اسم Testing Library ثم Metaverse والآن قام بفتح المكتبة لو أعود إلى Online طبعا لما أغلقت البرنامج أحتفظ به كل النتائج قد ذهبت سأذهب وأكتب هنا Metaverse وأقول لفقط Any field في الميتاverse فقط في سنة 2022 وأعمل Search مثلا سأقول لي من واحد سأقول لي من واحد إلى مثلا خمسة للتجربة أي أجلب للبحوث اللي هي من واحد إلى خمسة من Labor of Congress فقط لموضوع التجربة وممكن تسحبها كاملة وفضل أن تسحب كاملة ولاحق أن تنقح تقرأ أشياء الغير مفيد أو Out of scope عندك يمكن أن تعمل له إزالة طيب هذه هي البحوث التي قام بيجلبها يمكن أن أذهب مرة ثانية إلى المكتب الخاصة فيها وهنا طبعا التقسيمات التي قمت بتقسيمها عمل Google Scholar Library of Congress New Group هذا ما لداعي أعمل له أعمل له Delete ثم Scopus ثم Web of Science فلا طيب أن أعود إلى Online وأعمل Select هذه البحوث Right Click ثم أعمل لها Add Reference إلى Library of Congress يعني أعمل لها نسخ أو إضافة إلى Library of Congress لما أضغط عليها مباشرة الآن انتقلت إلى Library of Congress عندي خمس مصادر في هذا المكان وهكذا الحال يعني هذه الطريقة التي عن طريقا طبعا أما إذا أضغط على All Offenses تظهر لي كل البحوث الموجودة في كل المجامع في كل Groups تظهر لي هذه هذه المصادر وهنا أستطيع أن أقسمها حسب ما أريد ونذهب مرة ثانية إلى Online من هذه الآيكونة ثم يمكن أستطيع أن أبحث في EBSCO مثلا أو مثلا بالPubMed الأمور الطبية أشوف مثلا هل في شيء في قاعدة البيانات PubMed الخاصة بالبحوث الطبية عن تقنية الميتافيرس مثلا فأعمل إزالة 2022 وأبقى محتفظا بكلمة الميتافيرس وأعمل Search في 47 بحث عن موضوع الميتافيرس في الطب سأخذ سأخذ خمسة منها للتجربة الآن لما نبحث على الميتافيرس نجد في بحوث في تخصصات متنوعة يعني مثلا Home Environment Augmented Reality System based on the deconstruction of a single furniture picture مثلا هذا بحث آخر Development and application of metaverse based social skills training program for children with autism spectrum disorder to improve مثلا social وهكذا فلو هذه البحوث أنا تهمني مثلا يمكن أعمل لها move إلى move إلى وأختاري المكتبة اللي خاصة فيها أو الجروب الخاص فيها ونفرض أنه ولا واحد من هذه الجروب اللي هي يمكن أن ترأم هذه البحوث يمكن أذهب إلى الجروب مرة ثانية وأعمل right click وأعمل هنا create group وأكتب هنا medical ونفرض أني لأنني الآن سأبحث في البحوث الميديكال الطبية الخاصة بالميتافيرس أذهب مرة ثانية إلى الـ online ثم أذهب إلى PubMed أعمل select all لكل الموجودين أما control A طبعا أو بالماوس أعمل هكذا selection control A ثم right click ثم add reference ثم medical الآن تم سحبها وتم تحويلها إلى medical references من هذا المكان تمام الآن عندي هذه البحوث اللي لو أردت أن أحدث عن هذا مثلا البحث double click على هذا البحث أستطيع أن أطلع عليه لو أقرأ طبعا تفاصيل هذا البحث وقرأت هنا abstract الخاص فيه وقلت هذا البحث رائع جدا يجب أن أعود له وأستعين بهذا البحث يعني في داخل الطريقة والمنهجية يمكن أعمل له أعمل له writing من هذا المكان أستطيع أن أعطيه خمس نجوم أو أربع نجوم أو ثلاث نجوم أو نجمتين أو نجمة ونفرض أني سأعطيه خمس نجوم ولما أغلق تظهر دائما لي الخمس نجوم هنا موجودة أنه أنا بهذا البحث أعطيته five stars ونفرض أنه هذا البحث الأخير أيضا أعطيته five stars على سبيل المثال فالآن عندي البحث الأول والبحث الأخير أعطيتهم five stars أستطيع أن أضغط على writing أقول له أجلب لي كل البحوث عن طريق التصنيفات ال stars فسيجلب لي يعني مثلا الخمسة ثم الأربعة ثم ثلاث نجوم ثم النجمة وهكذا فأنت تستطيع أن تضع تقييماتك الخاصة فيك يعني تقول أنه إذا وضعت خمسة نجوم البحث هذا يعني أنه بحث core بحث الرئيس يستطيع أن أستعين به لاحقا وأقرأ كل تفاصيل أما أربعة فتضع له معايير خاصة ثلاثة تضع له معايير أخرى وهكذا فيتم تصنيفها طريق النجوم نفتح مرة ثانية البحث نرى أنه في خصائص جميلة جدا طبعا هو مباشرة نختار journal article يعني لأنه لما تم سحب البحث تم اختيار المجلة التي نشرة بها هذا البحث volume issue مثلا pages ما مذكورة starting ما مذكورة e-pub dates في أي تاريخ نشرت إلكترونيا يمكن أنه l-issn الخاص في المجلة الإلكتروني واللينكين DOI digital object identifier الخاص بهذا البحث وهكذا طبعا كيوورتس المستخدمة جميعها abstract المستخلص يمكن أن تقرأ وتأخذ فكرة عليه والله شفت أنا هذا البحث أعجبني وبحث مهم أذهب أعمل copy title أذهب إلى google scroller عسى أنه أجد نسخة من عندها في google scroller كpdf file google scroller أعمل search home environment augmented reality system based on 3d نعم موجود كpdf file فممكن طبعا أما أضغط هنا أو أضغط على versions النسخ الموجودة هنا في هذا المكان all versions يعني يمكن أكبرها هنا all versions هي النسخ الموجودة لنفس البحث على أكثر من platform على أكثر من موقع قد يكون منصة قد يكون موقع جامعة قد يكون موقع المجلة نفسها مثلا موجود فيها والسهولة طبعا google scroller يضع لي pdf على اليمين يقول لو وجد pdf يقول يترى pdf موجود في mdpi فأضغط على pdf تم تحميل pdf الآن جاري عملية تحميل pdf اين قمت بتحميله يعني المكان الذي قمت بتحميله قمت بتحميله في downloads هذا المكان السنسوس طيب الآن تم ارثاقة مع هذا البحث لو اغلق لو تلاحظون الآن البحث الاول الذي اعطيته قبل قليل خمس نجوم تم وضع علامة clip جنب author جنب البحث يعني يوجد الملف pdf الخاص بهذا البحث مع هذا وهذا طبعا قام بعمل يعني تحميل تنزيل وتم وضع في نفس الفولدر الموجود في المكتب نحن قمنا هنا بعمل testing testing library وهذا الفولدر الذي انشأناه في البداية لو تذكرون عبارة عن folder و file ال enl هذا ال extension الخاص في ال endnot endnot library وهذا metaverse data فأضغط عليه أضغط على pdf الآن أي ملف pdf يتم وضع في هذا المكان يعني هنا هذا الملف pdf هذا ملف pdf طبعا لا داعي أن أدخل وأتصفح لأن أنا أتصفح من البرنامج يعني أتصفح كل ما أريد أي شيء أريده أبحث عنه أبحث عن أي كلمة أريدها من داخل البرنامج فلا داعي أن أدخل إلى الفولدر أنا فقط للاطلاع يعني أنه قام بعمل download لل pdf وعمل copy و paste في داخل اللابة التي قمنا بإنشاءها لو نذهب إلى الـ online مرة ثانية يمكن أبحث بحثنا قبل قليل في في مثلا pubmed web of science وهكذا أستطيع أن أضع more وأضيف أي شيء أريده أي مكتبة مكتبات هذه عبارة عن مكتبات كثيرة جدا أستطيع من هنا أختار المكتبة التي أريد أن أبحث في داخل في داخلها عن طريق برنامج لا داعي أن أذهب إلى المكتبة وأقوم بتحميل البحث وأعمل له إضافة وإنما من هنا يمكن أن أعمل يعني search في داخل المكتبة ونفرض نأخذ مثلا مثلا midline مثلا midline أو medical college جورجيا مثلا هذا عبارة عن مكتبات حتى لكليات أو جامعات أو مثلا open you كلها عبارة عن مكتبات يمكن طبعا تختارها وتعمل لها choose وتظهر هنا ضمن القائمة وتبحث في داخلها تبحث في داخل هذه المكتبة طيب الآن لو على سبيل المثال أنا البحث أريد أن أضيفها بشكل يدوي يعني الورقة البحثية أو المصدر الذي أستعين به أنا ممكن أضيفها بشكل يدوي في داخل برنامج العنوات أذهب إلى references ثم أعمل new reference طبعا أذهب إلى local library هذه أول icon الموجودة هنا ما أعرف إذا ظاهر أعتكم لا على اليسار أول واحدة هذه local أي تعامل مع البرنامج في الحاسبة في الجهاز الثانية الثانية online search mode التي تبحث في داخل المكتبات الموجودة online فدائما لما أتعامل مع المرنامج أضغط icon الأولى ما أقدر أكبر أكثر ولكن هذه icon الأولى الموجودة هي عبارة على local library mode فدائما أضغط على local library mode حتى أتعامل مع الأقسام التي قمت بعملها قبل قليل أستطيع أن أضغط على all references كل المصادر وأستطيع أن أطلع على كل المصادر الآن لو أريد أن أضيف مصدر يدويا أضغب إلى references to new reference أو control N فأضغط على new reference وأضع التفاصيل خاصة بهذا المصدر ولنفرض أن مثلا year مثلا 2020 2020 title مثلا measuring time model for metaverse user يعني كمثال هكذا ثم journal مثلا journal of metaverse مثلا ثم volume مثلا 1 issue مثلا 2 pages مثلا هكذا starting page يعني أقوم بإدخال المعلومات يدويا في داخل البرنامج لأنني اخترت الإدخال يدوي لو تذكرون واحدة من المحاور التي قلنا سنتحدث عنها هي الإدخال يدوي لأن لو لم نجد المصدر يمكن أن أقوم بإدخال يدويا وهكذا كل المعلومات التي عندي عن المصدر أقوم بإدخالها يدويا ويمكن أن أعمل المصادر الخاصة بي لو أذهب إلى برنامج الورد مرة ثانية مثلا أقول مثلا end مثلا dis agreed by وأضع أذهب إلى end note مرة ثانية وأضغط على المصدر هذا هو safe وأضغط على insert citation لو تلاحظون الآن تم إدخاله كمصدر و تم إدخاله أيضا هنا في قامة المصادر والمراجع اللي هو safe measuring time model for metaverse user of metaverse سنة وشعين بهذه الطريقة هذه الطريقة التي قمت بإدخال المصدر لو على سبيل المثال أنه مثلا أكثر من باحث أو أكثر من paper فأضغط على آخر يعني مكان في المصادر في هذا المصدر وأذهب إلى البحث أو أذهب إلى المصدر آخر وأعمل له citation لو تلاحظون الآن تم وضع فارزة الترتيب يعني من الأول من الثاني هو يرتب البرنامج يرتب حسب ذكر البحث في المصادر في نهاية المصادر فالآن وضع لي ثلاثة وأربعة لو أريد أدخل مثلا مصدر آخر سأستعين مثلا بهذا المصدر سأعمل citation لو تلاحظون الآن ثلاثة إلى خمسة يقول من ثلاثة إلى خمسة وتلاحظون قبل قلي كانت ثلاثة فارزة أربعة الآن ثلاثة وأربعة وخمسة الموجودة في قامة المصادر هي التي استعنت بها في داخل البرغراف أو المتن الخاص في هذه الورقة يعني طبعا الموضوع ينطبق اللغتين العربية والإنجليزية بنفس السهولة وبنفس الطريقة هذا الآن تكلمنا عن موضوع الأورو تكلمنا عن الـ وكيف يمكن أن تقسم الـ تكلمنا عن كيف يمكن أن تعمل select all وتعمل find full text وتعمل find text الآن يذهب هو يبحث في داخل لو تلاحظون هنا searching في عشر بحوث يبحث فيها في داخل أي واحدة يجدها يجلب PDF الخاص فيها ويعمل لها أفاق مع هذا البرنامج أعتقد وجد واحدة الآن قام بتنزيلها نعم نعم الآن قام بعمل واحدة من عدة هذه وي وي قام بعمل PDF ونحن لم نعمل أي شيء لو نضغط double click عليها يعني لم أقوم بتحميله من البرنامج وحفظه على الحاسبة ثم أعمل attachment وأنه من باشرة هو قام بعمل attach file لو أذهب إلى PDF الخاص به الآن بكل سهولة أستطيع أن أطلع على PDF file خاص بهذه الوراقة البحثية طيب أنا سأريكم طبعا سنغلق هذه library لتجربة وسأطلعكم على مكتبة حقيقية الآن أنا أعمل عليها اللي هي الخاصة في الميتافيرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقق نعم هذه مكتبة حقيقية الآن أنا أعمل عليها في موضوع حتى أن أخذها كمثال فعل قبل قليل كانت كشي تجريب توضيحها أما الآن هذه المكتبة فيها كل المصادر الموجودة في هذه المكتبة 1088 مصدرا قمت بعمل My Groups في المجامع قمت بتقسيم البحوث إلى ثلاث أقسام جوجل سكولر التي وجدتها من جوجل سكولر ومن السكوبوس 237 من Web of Science أو 70 بحث طبعا لما أذهب إلى OralFans أستطيع أن أطلع على كل ما لدي من هذه البحوث الموجودة في هذا المكان وبعض البحوث فيها Attachment طبعا لو تلاحظون هنا هذا الكليب الخاص فيها وعبارة عن Attached PDF File الخاص بهذا البحث أستطيع أن أدخل عليه أستطيع لو أقرأ أستطيع أن أعطي القيمة الخاصة فيه أو النجوم أستطيع أن أفتح الملف في PDF وأطلع على البحث كاملا وأيضا أستطيع هنا أن أعمل أقل مثلا من هذه الألف وثمانية وثمانين أجلب لي البحوث التي أعطيتها Five Star Writing فيجب لي مباشرة كل البحوث التي أعطيتها أنا Five Star Writing أثناء التنقيح أو القراءة الأولية للبحث لو تلاحظون طبعا هنا What is Metaverse فهذا عبارة عن بحث تم تكراره أكثر من المرة فكان مفروض أن أعمل Control A وRight Click وأعمل من الـ References أذهب إلى شيء يسمى بالـ Find Duplicates وأقوم بإزالة الأشياء المتكررة حتى المكتبة دائما تكون عندي مكتبة رشيقة ولا تحتوي على مصادر مكررة وأحتفظ فقط في المصادر يعني نسخة واحدة من كل مصدر تمام تقريبا هذه أبرز الأشياء الموجودة طبعا لما تقوم باستخدام الـ Word مثلا لما تقوم بالكتابة في الـ Word تستطيع أن تعمل Export to EndNote ويمكن أن تعمل Export Travel Library تستطيع أن تعمل عبارة عن File عبارة عن مكتبة خاصة يمكن أن تنقلها إلى حساب آخر أو إلى يعني يمكن أن تعمل مثلا في هذا المكان يمكن أن تعمل نسخة إضافية فقط لهذه البحوث التي تم استخدامها في هذا البحث يعني الآن أنا من 1088 بحث لا أحتاج كل هذه البحوث ما قمت باستخدامه هو فقط هذه البحوث 1, 2, 3, 4, 5 فيمكن أعمل Export تصدير هذه المكتبة وأقول له مثلا أضيف ليها إلى أما مكتبة جديدة أو إلى مكتبة موجودة حاليا ضمن المكتبات حتى وأن كان الـ EndNote مغلق سيعطيني المكتبات التي أنا قمت بإنشاؤها ويقوم بتصديرها إلى هذه المكتبة هذا هو الجميل في موضوع الـ Travel Library أنه الـ Word نفسه سيعمل نسخة من هذه الـ References ويمكن تنتقل فيها من حاسبة إلى حاسبة أخرى طبعا وأيضا يمكن أن تعدل الـ References Style من هذا المكان الـ EndNote تستطيع أن تختار من هنا هذا المكان طبعا موضوع إدارة المصادر هي موجودة أيضا في داخل الـ Word لو قمنا بمسح كل هذه الموجود هنا ممكن أذهب إلى References من داخل ملف الـ Word وأذهب إلى Insert Citation وأضع New Source ستجد أنه هنا يطلب من عندك أن ندخل مثلا نوع المصدر هل هو كتاب أم سكشن في كتاب أم ورقة بحثية أم Reports أم Website يمكن أن تستعين بالـ Website كمصدر أو مثلا Arts لوحة فنية أو حتى Sound Recording تسجيق صوتي أو Film أو Interview أو Patent براءة اختراع أو حالة Case أو شيء متعدد يعني شيء آخر ونفرض أني سأستعين بالـ Reports في هذا المكان يمكن أكتب هنا اسم الباحث ونفرض مثلاً سأكتب هنا مثلاً Safe و Title مثلاً Reporting مثلاً Metaverse Effects نحن كلها على Metaverse فقط كأمثلة السنة مثلاً 2020 الـ Publisher مثلاً مثلاً UM University أنا سأب المثال وأستطيع أن أعمل ويمكن طبعاً هنا لو في عندك City ممكن تضع City مثلاً ونفرض ضعي مثلاً أسطنبول وما الحلقة UM كوالانبور كوالانبور مثلاً فلما أعمل أوكي الآن الآن تم إصدارها ثم إدخالها كمصدر في داخل الـ Word وطبعاً هذا الشيء الجميل هنا أنه أنا لا يعني يمكن أن أستغني على برنامج الـ Endnotes لا أدعي البرنامج الـ Endnotes ممكن مباشرةً أستخدم الـ References الموجودة في الـ Word وأستعين بإدارة المصادر الخاصة فيها وكلما أحتاج وقد أشار ذلك في تقرير مثلاً في تقرير مثلاً أستطيع أن أعمل هنا References وأعمل هنا Insert Citation وتظهر لجميع ما قمت بإدخاله كـ References في هذا المكان كمصادر فمباشرةً أضغط عليه ويظهر هنا لي ويمكن أن أبني طبعاً قائمة المصادر والمراجع نعم من هذا المكان أستطيع أن أضع جميع المصادر والمراجع مثلاً هنا أكتب قائمة قائمة المصادر مثلاً وتكون في الصفحة الأخيرة طبعاً يعني هذا فقط كشيء سريع أنه في أكثر من مكان تستطيع أن تدير به المصادر ولكن من الخطأ الآن في الوقت الحالي أن نستخدم الإدارة اليدوية للمصادر أني أنا أكتب الباحث والمجلة والسنة وعدد الصفحات بشكل يدوي لأن دائماً المعطيات تتغير المجلة تتغير الجامعة قد تطلب أن عندك شيء أن تنشره في conference ثم في مجلة ثم في الجامعة فعندك أكثر من الريفرنس ستايل الريفرنس طبعاً المشهورة موجودة في داخل الورد موجودة في الستايل تستطيع أن تختار هذه الأبرز فانكوفر مثلاً أماراي آيتابل إي هارفورد شيكاغو إي بي اي طيب قرية سلسلة يقول أنا كيف أعرف أن الجامعة أو المجلة تطلب هذا النوع من المصادر طبعاً بالنسبة للجامعة كل جامعة لديها شيء يسمى بالقايد اللي هو الدليل الخاص بطلبة الدراسات العليا الذي يوضح كل شيء يخص الأطروحة مثلاً هذه من جامعة UMS مثلاً جامعة UMS يعطيك كل التفاصيل يونيفرسيتي ماليجيا صباح يعطيك التفاصيل يعني الخاص بتقسيم الورقة البحثية كيف يكتب التايتل عفواً للأطروحة كم تكون الأبعاد إذا كانت مثلاً بي اج دي عدد الكلمات فواحدة من الأمور الموجودة هنا يعطيك المصادر كيف تكتب المصادر يقول لك جميع المصادر يجب أن تستخدم نظام American Psychological Association APA Style إذن في هذه الجامعة جامعة UMS مثلاً تستخدم في الأطروحة يجب أن تستخدم نظام APA فأنت مباشرة تعتمد في كل شيء في داخل هذا الأطروح نظام APA ويعطيك طبعاً أمثلة عليه كيف يكتب وآليتة وطريقة طبعاً الطالب دراسات العلية يجب أن يذهب إلى قسم الدراسات العلية ويطلب منهم كتاب القائدلينز الخاصة بكتابة الأطاريح طبعاً موضحة في كل شيء العنوان كم الحجم كم البعد من هنا إلى هنا ما هو اللون الأطروحة يكون في أي لون إن كانت ماستر أي لون إن كانت دكتورة أي لون كيف يكون كيف يكون خاصة بالأطروحة كيف يكون هذه التفاصيل يقول لك مثلاً من هنا إلى هنا ستين ستة سنتيمتر ثم من هنا إلى هنا كم حجم الفونت الأمور الموضوع أمور خاصة في موضوع الفورمات وكيف تكتب طريقتها تكون موضحة في هذا المكان صفحة صفحة وكل جزئياتها طبعاً موجودة حتى يعني يجب أن لتكون أطروحة بهذا الشكل بهذا الكونتنت تايتل ثم ديكلوريشن ثم سورتيفكيشن ثم أكنوروجيمنت ثم الأبستراكت ثم الأبستراكت بالماليزي مثلاً ثم قائمة list of contents ثم التايبولز قائمة الجداول ثم قائمة الفيجر ثم قائمة الاببرياشنز ثم قائمة الأبنديسيز ثم تبدأ بالفصل الأول هنا طبعاً أول ثلاثين صفحة أو عشرين صفحة فقط هذه الأمور اللي هي من التايتل إلى list of appendices قد تأخذ من الطالب لمدة سبوعين إلى شهر فقط حتى لما يكمل كل شيء في الأطروحة فقط حتى يرتب هذه المراحل الأولى ثم ينتقل إلى chapter one introduction ويضع بهذه الطريقة ثم chapter two ثم chapter three وهكذا ثم ينتقل إلى references ثم الأبنديسيز حتى لا نخرج عن موضوع موضوعنا هو الانوت فقط أنه أين تجد نوع المصدر الذي يكتب فيه في هذا الكتاب اسمه الguide lines أو يسموه بالقايا قايا بوك أو الguide lines الذي تأخذها من قسم الدراسات العلية وتحدد فيها طبعاً المصدر والمصدر من هنا يمكن أن طبعاً في تفاصيل أخرى في البرنامج يمكن أن حتى تصنع الـ reference style خاص بك يمكن تذهب إلى في مكان معين وتقوم بإنشاء حتى style يعني الطريقة التي تكتبها أنت يمكن أن تحدد كل تفاصيلها يعني وتسمي باسمك الـ style مثلاً ولكن هذه هي الـ styles الأشهر أو الطرق التوثيق الأشهر في استخدام البرنامج وحقيقة أيضاً بعض الأمور الثانية لست بحاجة لها الآن من يستطيع يتعامل مع البرنامج بهذه الأمور الثلاثة أربعة التي ذكرناها يتكفيه جداً المصادر أدخال المصادر تصنيف المصادر أعمل groups كيف أبحث عن الـ PDF وأعمل attachment للـ PDF كيف أنتقل بين الـ online وبين الـ local الخاصة كيف أعمل duplicate أقوم بإزالة المصادر المتكررة وكيف أستطيع أن أعمل بحث لكل find all text يعني كل الـ PDF file أعمل لها تحميل وتنزيل تقريباً هذا كل ما يخص برنامج الـ endnot يمكن نفتح مجال الأسئلة لمن لديه أي سؤال أو تعقيب أو إذا كنا قد غفلنا عن نقطة معينة مثلاً في أثناء الشرح ممكن أن يعني يتفضل الراغب بطرحها نعم دكتور الحبيب هناك من يرفع يده للسؤال والاستفتاء كما أشار دكتور السيف يمكن أن نمر مباشرة طيب لبأس نأخذ سعادة لسؤال دكتور أبكرة أبو عبد البنات الرئيس بيت الخبر في منصة أريد وكذلك رئيس جامعات القرآن الكريم تفضل دكتور الحبيب بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام سعادة القرف كيف حالك؟ الله يحفظك شكراً جزيلاً للمحاضرة الرأي والتقديم الجميل والممتاز في الزروف ونحن حقيقةً في عمسة الحاجة في أنه لليل أقل نحن نجري وراء النسائر العالمية في عرض البهوث والحصول على المصادر والمراجع والمحاضرة دي أنا أشترك لأنه يعني إدافة كبيرة جداً وحقيقة بنادر كل الباحثين لكن في تقديري نحن حقيقةً في بلداننا أو معصصاتنا الأكادمية وخاصة الجامعات ومراكز البهوث يعني حقيقةً الناس نتعاني معنا شريطة جداً وكبيرة بمعنى أنه كثير من الجامعات خارج السلام كما تفضلت به سعادة الدكتور فحتى بعد الجامعات ما مشاركة يعني ما مشاركة بالشكل الملحوظ يعني المعروف هذا بالإدافة لأنه يعني هناك بعد المشاكل يعني حتى في نوعية المجلات اللي بالفعل مفترض تدخل وزين التقويم دية فإحنا يعني إذا كان نتحدث عن مستوى الجامعات ثم من بعد ذلك مستوى المجلات بتاعتنا ثم من بعد ذلك نوية الباحثين ذات وحتى البحوث اللي بالفعل ممكن يكون يعني من ضمن الانترناشنال الجورنال يعني إحنا عندما نجي نخيص المسائل بنجي تنالك عقابات كبيرة جدا وخاصة وزارة التعليم العالية ومراكز البحوث فإحنا كما يعني عشرتين يعني المخرج كيف يعني فإحنا عايزين المخرج حتى إنو يعني نصل لطريقة يعني يعني سهلة ومطاحة بالنسبة للباحثين حتى إنو هم يعني يقدروا للأقل يعني يتعاملوا مع برنامج النوت يعني لأنه ده برنامج متقدم جدا لكن يبدو إنو الإمكانيات حتى الإمكانيات بتاعتنا ما تكون متاهة يعني وبعد الجامعات عندنا مشكلة بتاعت الشبكة وخاصة إذا كاننا نتحدث يعني أنا مثلا في السودان يعني كثير من الجامعات بتاعتنا مشكلة كبيرة يعني وإحنا يمكن عندنا كم سنة يعني حتى المجلات بتاعتنا لوكال يعني يعني لسه لسه الناس بدري يعني تنصاهنا بشلو يعني على أساس أنه هنا نتقدم ونلحق الرب شكرا جزيلا شكرا دكتور بارك الله بك طيب هنا طبعا نقطة مهمة جدا اللي أشار لها دكتور روف أبكر عبد البنات النقطة الأولى هي موضوع يجب على الجامعة أن تكون أن تمتلك دليل كتابة الرساءة العلمية الماجسية والدكتور طبعا هذا الآن بحثت ووجدت أنه جامعة في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال هذا هو الدليل الخاص بها ممكن نفس هذا الدليل يكون موجود لكل يعني لكل جامعة تكون تحتوي على الضوابط والمعايير وفيها أيضا نوع الموجود يعني في حقيقة في بعض الجامعات حتى في ماليزيا يفتقرون لهذا الدليل يعني لا أريد أن أسمي جامعة معينة أو كلية معينة ولكن بعضهم يفتقر لهذا الدليل وهذا أمر يمكن إعداده يعني الأمر ليس بالصعوبة ويمكن أن نطلع على أحد هذه الأدلة ونقوم بنامذجتها وعمل دليل خاص بنا في داخل الكلية أو الجامعة يحتوي على كل هذه التفاصيل هاي نقطة الأولى نقطة الثانية دكتور أنه موضوع التعليم المستمر يعني مثلا نحن في جامعة ملايا المكتبة تقوم بعمل ورشة عمل كل يوم أربعاء فقط للتدريب على موضوع المصادر والإند نوت ومندلي يعني تكون ورش عمل مستمرة كل أسبوع الطالب الذي لا يستطيع أن يلتحق بهذا الأسبوع يمكن يلتحق بالأسبوع الذي يليه وهذه الورش هي ورش يعني يتم تكرارها يعني لا يتم طرح فيها شيء جديد يعني لا نقول أنه هذه الورشة عن موضوع معين والورشة الثانية ستكون موضوع آخر مغاير وإنما كل يوم أربعاء فقط على برنامج الإند نوت يعني بالنسبة لنا مثلا في جامعة ملايا جامعة تعتمد برنامج الإند نوت وتعطيك رخصة لجميع الطلبة رخصة رسمية مشتريتها فلو تخصصون أكيد يعني في شخص من الآي تي من الأمور التقنية يستطيع أن يأخذ بعض الدورات في التعامل مع الإند نوت ويثقف يعني الكادر التدريسي وطلبة الدراسات العليا على استخدام برنامج الإند نوت وفق الدليل الذي يتم وضعه من الجامعة ويعتمد يعني هذا الدليل زائد التثقيف على برنامج الإند نوت هذه تعتبر خطوة أساسية وخطوة أولية حتى تكون هناك تكون هناك معايير خاصة لطلبة الدراسات العليا نعم ممتاز شكرا أفضل أفضل مراكلا بك شكرا 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 مزيلا دكتور طيب لبأسنا أخذ مداخلة دكتور جمعة أفضل دكتور جمعة لاتك العافية صراحة الصوت معكم السلام عليكم شكرا عزيلا من كل قائمين أشكركم جميعا كل قائمين على منصة أريد القيمة والداعمة للبحث الألمي بشدة تخصصاته شكرا خاص لدكتور سيف صبيق العزيز على المعلومات القيمة التي تفضل بها ومشكورا ليس سؤال يعني هنتهز الفرصة بصراحة لازم أسأل سؤال هنتهز الفرصة لو في ملف ملف ببحث أو رسالة تم عملها مثلا بمانويل أو ببرنامج آخر فكيفية التعامل معها وتحديسها ببرنامج إنت نوت هل في مثلا خاصية لربط الصوفت ويرز ببعضها أو مثلا تحويل الريفرانس المانوالي إلى ديجيتال لايبرالي بالإنت نوت هل في آلية بسيطة وسريعة لحمل هذا أشكرك شكرا دكتور جمع بارك الله بيك على هذا السؤال طبعا الذي أعرفه أنه يجب أنه لو مثلا قام باحث بعمل بحث بإدخال بالطريقة التقليدية القديمة ولم يستخدم برنامج وريد الآن أن يستخدم برنامج الإنت نوت يجب أن يقوم بالإدخال كل مصدر على أحده يعني يقوم الآن بأخذ المصادر واحدة واحدة يبحث عنها ويدخلها في داخل البرنامج الإنت نوت يعمل لها في داخل الورد هذا الذي أعرفه يعني إلى الآن قد تكون هناك طرق أخرى ولكن يجب الكثير من الطلبة كانوا يستخدمون الطريقة التقليدية القديمة يعني هو يقوم بكتابة المصدر بيده الفارزة والنقطة والسنة والمجلة والمدينة والناشر وتحدث بعض الأخطاء فلما يأتون لتصحيح هذا الوضع يجب أن يقوم بعمل بالبحث عن مصدر مصدر ويقوموا بإدخاله في الاند نوت ثم يعمل له سايتيشن ثم يختارون الوفنس ستايل الخاص بهم قد تكون هناك طريقة أسرع ولكن أنا حقيقة لا أعرف أنا هذا الطريقة اللي أعرفها اللي هي طريقة الإدخال اليدوي يذهب لكل واحد ويعمل له امبورت يعني امبورت خاص به إن كان طبعا اما إن كانت الشخص يستخدم الاند نوت الباحث يستخدم الاند نوت وينتقل من حاسبة إلى حاسبة ومن جهاز إلى جهاز هذا الأمر سهل يعني كما ذكرنا قبل قليل مباشرة يستطيع أن يعمل export للليبوي ويسحبها على جهاز ثاني ببضع يعني بأقل من دقيقة يعني ولكن لو لم يكن يستخدم المصاد يعني البرامج إن كان من دليل أو اند نوت ويذهب لأول مرة يجب أن يأخذ مصدر مصدر يعني يذهب على المصادر وواحدة واحدة يسحبها ثم يعمل لها سيتيشن ثم يذهب على الثاني يسحبها من الجوجل سكولار مثلا أو يضيفها بشكل يدوي يذهب إلى الرفرانس ثم يضيفها بشكل يدوي في المدخلات المعطيات يضيفها هنا بشكل يدوي ثم يعمل لها سيتيشن في داخل ملف الورد نعم نعم بارك الله فيك دكتورنا الحبيب شكرا جزيلا طيب نأخذ مداخلة دكتورة مي دكتورة مي نعطيكم الصلاحية سلام عليكم وعليكم السلام أولا شكرا جزيلا دكتور سيف على المحاضرة القيمة استفدنا كثيرا منها بارك الله فيكم وعندي التفسير واحد فقط بالنسبة ل ستايل يعني إدخال شكل المراجع مثلا أنتم استخدمتم هنا APA نحن مثلا نستخدم نظام إسند إكي الموجود في تركيا فكيف أقوم بإدخاله إلى البرنامج نعم جميل هذا السؤال جميل أنه لو كان الرفرانس غير موجود طبعا أغلب الرفرانس التي نتعامل معه نذهب إلى ثم نذهب إلى الستايل ممكن أن نذهب هنا هذه الأشهر الموجودة هنا ولكن ممكن أفتح شيء يسمى بال open style manager هذا الموجود هنا وهذا open style manager يظهر لكل الستايلز الموجودة حاليا في كل المجلات يعني أغلب الستايلز الموجودة الpopular ستايلز الموجودة ممكن أختارها هي طبعا قد لا تكون لا تكون ظاهرة ضمن الخيارات يعني لو تذهبين إلى الإدتس ثم ثم الآتبوط ستجدين أنه هذه الأشهر النتايتد اي بي اي اوثور دايت بايسك نمبر نيتشار نمبر ولكن فانكوفر ولكن لو مثل ما تفضلتي في ستايل خاص مثلا في جامعة معينة في تركيا مثلا فأذهب إلى open style manager ثم أطلع على هنا أطلع على كل الستايلز الموجودة في الغالب سأجد سأذهب إلى الإدت ثم أذهب إلى output ثم open style manager نعم هذه الستايلز في الغالب ستجدينها موجودة هنا في هذا المكان لو لم تكن موجودة الستايل هنا ففي الغالب الجامعة أو المجلة ستضع تحميل الستايل فيمكن تقومين بتحميل الستايل وتستطعين أن تقومين بإضافته في هذا المكان فقط مثل ما حملنا الروشنس يمكن تحملين الستايل تضعين دبل كلك عليه يتم تنصيبه ويظهر هنا في هذا المكان واضح الفكرة أستاذ مي يعني تدخلين إلى موقع المجلة أو الجامعة وهم سيقومون بوضع الستايل الخاص بهم يقول لك هذا هو الانونت ستايل الخاص بنا فتحمليه تنصبيه سيظهر ضمن هذه القائمة الموجودة هنا ونفرض أنه سيظهر هنا في journal dental research مثلا فأعمل له checkbox في هذا المكان ثم أقوم بإغلاقه الآن ظهر لي ظهر لي في references في output references ظهر لي journal dental research فأستطيع أن أضغط أختاره الآن ولما أذهب إلى ملف الword أستطيع أن أعمل أستطيع أن أختار الانون ثم journal dental research وأستخدمه في في هذا المكان كستايل وهكذا ولو غير موجود يعني مثلا أنت تريدين أن تصنعين الـ style الخاص بك فممكن طبعا تذهبين إلى الـ reference ثم تضعين شيء يسمى بإنشاء الـ style الخاص بك يعني يعني فيه بالـ tools أعتقد من edit ثم out styles ثم open نعم هذا هنا new style new style أنك يمكن الجامعة والكلية هي قامت بعمل instructions يعني قامت بعمل التعليمات الخاصة بالـ style تقول لك الـ style مالتنة يجب أن مثلا يكون يحتوي على هذه المعلومات فهذه كل ما يخص الـ style كيف يكتب الـ authors اسمها الـ authors هالاسم الأول من الاسم الأخير طبعا فيها يعني فيها كثير من التفاصيل المزعجة والمعقدة ولكن يمكن الشخص أن يقوم بعملها مرة واحدة ثم يعطيها لكل الطلبة أو حتى تعطيها للجامعة وتضعها على موقع الجامعة لو كانوا هم وضعوا فقط كوصف الـ style تقول لك مثلا نحن الـ style الخاص منه لا نكتب اسم الـ author الأول نكتب فقط اسم العائلة مثلا فيمكن هنا تحددين author's name اسم العائلة فقط تختارين هنا هذه الطريقة يقول لك اسم العائلة فارزة اسم الباحث ويقولون لك يجب أن تكون بالحروف الكبيرة يعني فيمكن تختارين هنا all upper case طبعا هذا أنا الآن لم أجد ولا حالة من هذه الحالات أغلب الجامعات إما تعتمد الشيء المشهور يعني شيء المشهور اللي هو APA Vancouver مثلا MLA هذه المشهورات أو حتى لو كانت تعتمد واحدة غير موجودة فتعطيكي الملف يعني تعطيكي الفايل تحمليه يعني لو نذهب إلى مثلا الـ Google وأعطيكي مثال نعمل download download and not style ونفرض أنه نذهب إلى نذهب إلى مثلا مثلا هذه الجامعة جامعة library services لا أعلم أي جامعة اسمها UCL مثلا وهنا طبعا لو تلاحظين أعطاك هم يستخدمون OSCOLA قد تكون هذا عبارة عن شيء مشهور أو قد يكون خاص بهم خاص بالجامعة فيمكن طبعا أنتم حملين هذا الـ style يعني يمكن تعملين click عليه ثم تقومي بتحميل الـ style هذا تختارين add notes هنا يقول لك OSCOLA 2 يمكن أن تحملي ولما تحملي الـ style من هنا طبعا لو تلاحظون الآن تم تنزيله بصيغة الـ ENS يعني add notes style double click عليه الآن تم فتحه في هذا المكان يعني تم فتح الـ style وظهر الآن عندي بالـ style list اسمه OSCOLA لو أذهب الآن إلى الـ style list لو أذهب إلى الـ offense edit ثم output source ثم open style manager المفوض أجده هنا في الـ O OSCOLA يعني قمت بتحميله من موقع الجامعة يعني موجود المفوض هنا في OSCOLA ثم أعمل له checkbox واختارة نعم هذه هي الطريقة التي يمكن أن نقوم بعمل سحب أو عمل استيراد الـ style ولكن هذه جداً نادرة وأغلب الجامعات الموجودة هي ستعطيك شيء هي ضمن popular يعني ضمن المشورات نعم في سؤال آخر دكتور محمد تفضل السلام عليكم عليكم السلام على المحاضرة الشيقة وعلى فعاليات المنص عموماً يعني بالنسبة للسؤال بتاع دكتور جمعة هو كان في لينك ممكن أبعطوا على الشات بدخل فيه الريفرانس كلها مرة واحدة لو أنت عملت بالطريقة الأقديمة اللي هو من غير أي برنامج أو كده بس كل الريفرانس في لين لوحده بيعمل عليهم سيرش مرة واحدة جميل مثل اعتقد هذا الشيء موجود في الريفرانس في الريفرانس طبعاً في الريفرانس ماتشنج أنا هشارك حضركم على الشات باللينك نعم نعم تفضل أو ممكن إذا موجود عندك في الحاسب أعمل لك كوهوست تعمل لنا تعمل لنا يعني توضيح له أنا أعطيني أعطيني اللينك في الشات أنا أنا أعطيني كمين أعطيني لو فتحت على الكمبيوتر حقيقين نعم ولكن ليس كل المصادر أعتقد مثل المصادر اللغة العربية أو اللغات الأخرى المصادر اللغة العربية يظل يعني فيها أعتقد بيبا فيهم مشكلة شوية في الحصول عليها يعني حتى اللغات الأخرى يعني الروسية والصينية والمندرين والفارس يعني أقصد اللغات الأخرى أعتقد هنا فقط للإنجليش يعني يعني هنا إنتر صيتشن إنتر صيتشن وذي إنتر ون ون نيو لين ها جميل يعني يمكن قبل قليل نأخذ المصادر القديم اللي قمنا بكتابة قبل قليل نعم هذه المصادر يمكن لو مثلا هذه لستة المصادر يمكن أعمل لها copy هكذا ونفرض أنه لم أقوم بإدخالها بشكل بشكل عن طريق البرنامج ونما فقط عن طريق هذا البرنامج أعمل paste ثم أقول and not search ونحن citation 1 2 3 4 5 هنا يقوم بعمل بحث على هذه المصادر ثم أعتقد يعمل لك هكذا في 1 file صحيح جميل جدا نعم مشكور دكتور محمد حقيقة أعطانا هذه الأداة جميلة أنه يمكن طبعا لو كانت عندنا المصادر باللغة الإنجليزية اللي يتفضل الدكتور جمعة قبل قليل بيطلح هذا السؤال فممكن طبعا نضع قائمة المصادر جميعها في هذا المكان ثم نعمل سيجلب للمصدر وأعتقد يعمل في هذا المكان ويصحب مباشرة إلى طبعا ليس كل المصادر كما ذكرت ولكن فقط المصادر اللي هي في اللغة الإنجليزية أما المصادر باللغة الأخرى يجب أن تدخل بشكل يدوي في سؤال آخر من حضراتكم حول موضوع المصادر طيب الأمور واضحة يعني أنا يمكن أشارك مرة ثانية الخاص بالتحميل اللي يريد أن يحمله هذا هو رابط تحميل البرنامج مع الكراك ويمكن الدخول إلى وتحميل يعني لاحقا الآن قام الدكتورة بإرسال رابط تجيل حضور إذا ما في سؤال آخر يعني نكتفي بهذا القدر ناخذ دكتورة إسماء كآخر في المداخلة الفضل لدكتورة إسماء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا قسم العاف أنا سؤالي أنا عم بستخدم برنامج لإذاك المراجع والآن عم بتعلم على برنامج هل في آمن مجامنة أو تصدير المراجع المستخدمة على البرنامج على برنامج شو اسمه عفوا البرنامج الأول شو اسمه اعتقد انه لطبعه مختلف عن العراقي هو مندلي ماذا لو تكتب ليها في الشات ماذا أفهم المقصود بالاسم يعني في زوتيرو في كوكا في إذا تكتب لي بس اسمه بالشات لطفاً مندلي مندلي برنامج مندلي دكتور مندلي نعم مندلي دكتور برنامج مندلي للمراجع والإحصار نعم 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 تحولين من مندلي إلى الاند نوت نعم هذا السؤال عندي العديد العديد من المراجع وأخشى أن أفقدها فهل ممكن مزامنتها مع البرنامج الاند نوت والله اللي أنا حقيقة أكيد أكو طريقة أنا حقيقة ما أعرف في المندلي لست خبيرا في المندلي ولكن لو نذهب الآن إلى جوجل ونقول export export مندلي export مندلي references to end نوت أكيد في tool أو آلية أو لم أعملها سابقا صراحة ولكن هنا المندلي هذه الطريقة in highlight reference you wish to export or press control A right click on the reference and select export يمكن أن تعملين control A لكل المصادر الموجودة في مندلي في تاخل برنامج ثم تعملين exports ثم تختارين endnote XML format to export the data and click save ستجدين ضمن export ضمن قائمة export التصدير شيء يسمى endnote XML فهذا endnote XML تسحبه مباشرة على برنامج endnote طبعا هنا هذا الشرح موجود migrate from mandeley to endnote أنا ممكن أعمل copy لهذا اللينك وأعطي مباشرة على chat نعم هذا هو هذه هي الطريقة حتى موضحة هنا في الصور طريقة نعم import و export اشتركوا في القناة